صباح الخير أيها الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله صباحكم وقفتنا لهذا اليوم أتناول فيها موضوعا جزءا ثالثا لموضوع كنت قد تناولته سابقا وهو عن آداب النوم وبعض القضايا التي تساعدنا من أجل أن يكون نومنا استسلاما هانئا وهادئا لهذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا كنا في مرات سابقة تحدثنا عن بعض السنن القولية ماذا يقول الإنسان عند استسلامه للنوم وقبل أن يدخل في هذه الحالة التي يضع فيها نفسه بين يدي الله ومن أجل ذلك هي تسمى بالموتة الصغرى الآن أريد أن أتحدث عن بعض السنن الفعلية التي يفعلها الإنسان وتساعده في موضوع الخلود الهادئ والهانئ للنوم قضية أساسية عندما أدخل إلى غرفة النوم أول شيء أفعل أن أغلق باب الغرفة النبي عليه الصلاة والسلام طلب مننا أن نغلق الأبواب قبل أن ننام طبعا من باب أولى باب الدار حتى نشعر بالأمان ويعني هي قضية فيها مصلحة ومنفعة دنيوية ومنفعة أيضا روحية حتى إغلاق باب الغرفة نفسه وإن كان في ذلك قضية الأمان متحققة في البيت ولكن إغلاق باب الغرفة نفسه يجعل الدخول الطاقات السلبية ودخول الشيطان ودخول أي أمور سلبية يمكن أن تؤثر في أرواحنا وفي نفوسنا هي قضية أيضا مستبعدة وتقلل من نسبة حدوثها ماذا يفعل الإنسان إذا أوى إلى فراشه؟ طبعا كنا قد تحدثنا عن موضوع الوضوء وأهميته الآن إذا أراد أن يخلد إلى فراشه عليه أن ينفض الفراش ينفض إيش؟ هذا الكلام بتقول لواحد في رحلة لواحد في صحرة لواحد يعني مش عارف أنواع العقارب والحشرات التي تمشي في بيته لا تقوله الإنسان في فندق خمس نجوم أو إنسان عايش في فيلا أو في قصر أو في بيت نظيف ويراعى وينظف أقوله لكل شخص هذا يقال لكل إنسان مهما كانت نسبة النظافة العلماء يتحدثون عن كائنات حية فضيعة في أحجامها وفي أعدادها وفي تكاثرها تنمو على أسرتنا وتنمو على مخداتنا وعلى وساداتنا ويتحدث العلم عن خلايا الجلد الميتة التي تسقط من أجسادنا على فرشنا القضية ليست فقط هي قضية حشرات وعقارب ونمل وما إلى ذلك القضية أيضا تتعلق بهذه الكائنات غير المرئية وهذه البكتيريا وهذه الأنماط من الحياة التي قد تؤذي الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه أمسك بقطعة قماش هكذا ونفض الفراش نفض الفراش قبل أن ينام لا بأس أن نفعل هذه الحركة حتى لو لم يكن في بالنا هناك فائدة واضحة حتى لو لم نستوعب ونفهم ما الذي يحدث بهذا الأمر على الأقل نفعلها اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكما قلنا من أجل أن نستسلم استسلاما كاملا لهذا الرزق من الله وهو النوم علينا أن نتبع اتباعا كاملا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم علينا أيضا أن نهتم بأن يكون نومنا على الشق الأيمن أو قبل الشق الأيمن أريد أن أقول عن قضية النوم إلى جهة القبلة طبعا وهناك فرق قضيتين مختلفتين النوم باتجاه القبلة وكنا قد ذكرنا قبل ذلك بأن النوم هو عبارة عن موتة صغرى وكما يغسل طبعا البعض يقول يا نداء شوها السيرة يعني معقول كل ما بدي أنا ما نبدي أتذكرها أفكر حالي ميت أو أدخيل حالي ميت لا ليست بهذه السودوية وليس الموت بتلك السودوية أيضا وهو أيضا موضوعا يستحق أن يطرح في حلقات قادمة إن شاء الله كيف أنظر للموت وكيف أفهم الموت وكيف أستشعر وأتوقع هذا الموت الذي هو قادم لا محالة فليس من الحكمة وليس من الشطارة ولا من الفهلوة إني أنسى شيء قادم لا محالة بل من الحكمة ومن الذكاء أن أعد له وأن أستقبله استقبالا حسنا على كل حال النوم هو موتة صغرى وكما يغسل الميت ويسجى باتجاه القبلة فعلى النائم أن يتوضأ قبل النوم وأن ينام باتجاه القبلة طيب لا السرير ولا الغرف ولا الديكور ولا شيء ظابط باتجاه القبلة لماذا أفعل؟ والله هو كان لازم تفعل الحقيقة أنه كان يجب أن نهتم ونعتني بأن يكون سريرنا باتجاه القبلة ولكن إذا ولابد فبالإمكان أغير مخدتي وأعكس حالي على السرير بطريقة أو بأخرى بحيث أني أكون أنا شخصيا جسدي موجه باتجاه القبلة وبدبر موضوع الديكور هذا بقدر المستطاع إذن الاتجاه باتجاه القبلة على الأقل في بداية النوم ثم النوم على الشق الأيمن طب أنا لا أرتاح أنا والله فلان ما بعرف فلان بحكي لك أنا لازم على وجهي أنا على بطني على بق الحقيقة بأن الاستسلام الأول للنوم يجب أن يكون على الشق الأيمن وهناك طبعا العلم يكتشف ويكتشف وما زال لم يكتشف شيئا يعني العلم يكتشف ينظر إلى والله بيقول لك حجم الرئة لشمال أصغر من حجم الرئة اليمين وبالتالي ضغطها على القلب بيكون أخف من ضغط اليمين على القلب إذا أنا نمت على جهة لشمال ثم إن القلب مائل قليلا باتجاه الجهة اليسرى فعند إذن يجلس ويتموضع بطريقة تريحه ولا يضغط عليه ذلك الضغط الكبير إذا كانت النومة بالعكس ثم إن الكبد وهو ذلك العضو الذي له الحجم الكبير يجلس بشكل مريح عندما ينام الإنسان على شقه الأيمن ولا يكون معلقا في البطن بطريقة مؤذية ثم إن المعدة تجلس وتتموضع فوق الكبد إذا نام الإنسان على شقه الأيمن وهذا ما يكتشفه العلم وهي عبارة عن قياسات مادية تعتبر بسيطة جدا 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 بالقياس لما يتكون منه جسم هذا الإنسان وروح هذا الإنسان وبقية مكونات هذا الإنسان الله قال والنبي قال يعني الله ورسوله قال بأن الإنسان عليه أن ينام على الشق الأيمن عليه أن ينام على الشق الأيمن على الأقل حتى يأتينا النوم الذي نستسلم له نحن عارفين أن روحنا معلقة وإيدنا معلقة بيد الله سبحانه وتعالى دائما وفي كل حين ولكن في موضوع النوم بالذات يعني إذا ما جاء مصيبة فحتى يأتينا هذا النوم نتبع السنة ننام على الشق الأيمن ثم أيضا من هذه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده اليمنى تحت خده يضع يده اليمنى تحت خده وينام هذه اليد عندما توضع تحت الرأس وتحت الخد الأيمن أيضا من الاكتشافات التي اكتشفوها هي بأن هناك طاقات بأن هناك شحنات عفوا شحنات سالبة يتم تفريغها من الدماغ عبر اليد ويتم تصريفها هذه الشحنات السالبة التي هي نتاج اليوم الهائج والمائج واليوم الحافل بالأحداث والمشاعر والمواقف وهذا تطلع فيه وهذا ما حكي ليش صباح الخير وهذا حكيت معه وما رديش عليه واشل الصفقة الفلانية والشحن الفلانية والدرس الفلاني والشخص الفلاني ولي كارهني ولي حبيبني ولي هذه كلها أريد أن أتخلص منها أريد أن أنام إذن هناك شحنات سلبية يمتلئ بها الدماغ من إشارات عصبية وما إلى ذلك تفرغ كلها بشكل ناعم وبشكل سلس عبر الكف الأيمن عندما يضع الإنسان كفه تحت خده عندما ينام قضية ديكورية وقضية جمالية أخيرة ألفت لها نستفيدها عندما نضع كفنا تحت الخد عندما ينام الإنسان فإن اتجاه الفم يكون بشكل أنه إذا نام واستسلم للنوم ممكن أن يكون الفم مفتوحا قليلا وليس هناك بلع للعاب ولكن إفراز اللعاب يستمر قد يسيل لعاب الإنسان وهذا مظهر ومنظر ليس جميلا عندما ينام ولكن عندما يضع يده تحت خده فإنه يسند رأسه بطريقة لا يمكن أن يسيل فيها لعابه فيبقى شكله جميلا حتى عند النوم هذه قضايا العاقل فينا هو الذي يعود نفسه على أن تصبح تأتي بالسليقة وبدون تكلف وبكل فرح وبكل سعادة وبكل ارتياح حتى تؤدي أيضا إلى نوم سلس وسعيد وهانئ ويعني صباح الخير وأسأل الله لكم في المساء عندما تنامون نوما هادئا وهانئا